وإن شاء الله على ذكر المحترفين ومشاكلهم عندك حق فجر وافتراء يا ميدو كابتن أحمد حسان ميدو كان ضيف على برنامج بودكاست على السوشيال ميديا والحقيقة خطورة الكلام فينا جماعة خطورة الكلام إنه كل اللي تقال في جزء كبير منه تغزية لرأي عام ضد النادي الأهلي وليل الحقاق بشكل واضح جدا لأنه حتى ميدو في الحوار ده استخدم ألفاز ربما على طبيعة البودكاست ألفاز فيها كتير من الخروج وألفاز استخدمت الصفارة فيها أكتر من الكلام ما هنكونا نوين نجيب كلام ده اللي تعزل معنا إنه نقدر لأنه هتسمعه صفافيره بس مش هتسمعه على الصفارة بين كل كلمة وكلمة صفارتين فكان البديل إنه نحن نقول لكم مع احتفاظنا بالنصوص السمعية اللي موجودة إيه اللي حصل بالزبط واللي همنا فيه خطورة تغزية الرأي العام خاصة كمان في برسعيد ولدى بعض الجمهير عن الزمالك واعترافات صريحة وواضحة شديدة الوضوح عشان تشوفوا مين اللي بتجامل من التحكيم وميدو لما كان برسع مالك كان الأمر مع التحكيم عامل إزاي بقول لكم المسألة على بعضها في عدة مواطن كانت مهمة جدا إنه نحن نقف معندها ميدو قال وانا بدرب الزمالك ده بعض متلسانه بقى وانا بدرب الزمالك كنت بقول للحكام حاجات أخش فيها السجن يعني أكيد الكلام واضح جدا ما كانش حد فيهم بيعاقبوا بيقول لك ولما دربت ودي دجلة والمقصة بصت للحكام بصة اتوقفت فيها أربع مطشوات وهو نفس الحكام يا ابن النقط شاتم الحكام ده أنا لسه شاتمك من سنة بيقول للحكام لما عمل كده ديسه شاتمك من سنة بألفظها خش بيها السجن ما قربتش مني لأن أنا كنت في الزمالك عشان الناس بس يا جماعة اللي بتتكلم على مجاملة الأهلي والناس بتزعل لما بنقول للحكام والاحتواء والناس ما بتفتكرش إنه مدرب النادي الأهلي وهو في النادي الأهلي بص للحكم والله مناطق حسام البدري لو تفتكروا اللقطة مع محمود عشور طردوا عقبوا بمجرد النظر فاكرين الصورة دي ياريت نشوفها أهي حسام البدري بيبص المحمود عشور ما عجبتهش البص فخد طردوا خد ضدوا قرار ده مدرب الأهلي اتوقفت او اتطرد لمجرد النظر ميدو قال لك وانا مدرب الزمالك كنت بقول لهم كلام وخشي دي السجن ما كانش حد بيجرؤ يحاسبني بسؤالا بصتلي حجم هو هو لما روحت دربت الوادي الدجلة او المقصة بصتلي رحت اردي وتوقفت اربع مطشوات شفتوا دليل بيّن واوضح من كده طيب ميدو قال لك وانا بدرب المقصة اه قال لك كنت بدرب المقصة واول مطشي لنا كان مع الزمالك في الكاس الحكم كان اسمه معروف يقصد الكابتن محمد معروف قال لك ده عرباوي من سيناء الرجل ده اقسم بالله فجر في التحكيم ما شفتوا في حياتي قال كده في ال ده النص الحرفي لميدو انا هنا بقر لكم كلام ميدو عشان ما نقدرش نعرضه عشان ما فيه منصفارات ولا وازمها فبيقول ميدو بالحرف وإحنا عندنا النص الكامل الراجل ده اقسم بالله فجر في التحكيم ما شفتوا في حياتي ميدو بيقول لك انا قلتله انا زمالكاوي بس ده فجر وكفر بيقول ميدو محمود علاء خد لاعب من رجبته في سيكس يارد يعني بنالتي مالوش حل قالك والحاكم بيقول له لعب فميدو بقولك احنا اتغلبنا واحد صفر بقولك وانا لعب الحاكم يقول لي يا ميدو هتردك انا اقول له لو راجل ولو ذكر طلع الاحمر من جيبك شفته الحوار مع الحكام عشان كده كابتن ساميرو عثمان لما كان بيقول لمحمد معروف حب نفسك اكتر من اي حد تاني انحزل نفسك ربما كان معروف انحيازاته لنفسه وانتبه اخيرا راح كسل امم بيقول ميدو بعدها بعشر تيام وهو لسه مدرب في المقص بقولك بعدها بعشر تيام رايحين نلعب المصر في السويس وكان معروف بيتمرن في الملعب اللي جنبنا واحنا مرين عليهم بالاتوبيس قلت للسواء لقيت الكابتن معروف بيلعب بيسخن او بيتمرن هو الحكام قال لك قلتوله استنى استنى نزلت قلت يا كابتن معروف الكورة ما كانتش ضربة جزاء قال والله العظيم ضربة جزاء قلتوله انت كده انت كذا ده كلامه بقى بقولك انا قلتوله انت كذا وقلتوله كل حاجة تتخيلها انا بقولكو ميدو كان اعترافات بالليل يعني الكلام ده بالليل لانه ما ينفعش يتقل بالنهار بالوضوح الشديد ده معروف قال له انا عرباوي قلتوله انت ملكش علاقة بالعربوية العربوية يا رجالة وانت مش راجل قالك قلت كل حاجة تتخيلها في حياتك والناس بتحشني خدوا بالكو ده مدرب مع حكم الحكم بيتمرن بس اللي جاي غريب جدا ميدو بقولك ركبنا الاوتوبيس واعلنوا الحكام بتوع ماتش بكرة اللي هو رايح يلعب المباراة بتاعته مع المصري قالك طلع معروف فلاقيت سيد متولي مدير الكرة في المقاصة جاي بيقوللي يا كابتن اعلنوا الحكام ومعروف حكم ماتش بكرة قاله لتولي يا نهار مش فايت ده انا لسه شاتمه يا نهار يسود بس الغريب بيقولك احنا كسبنا المصري واحد صفر بدربة جزاء وهمية ما لهاش اي علاقة يعني صالح صالح بقولك اقسم بالله وحيات ولادي ما لها علاقة بدربة الجزاء شايفين التحكيم وشايفين التعامل اللي فيها باشوانس ده مش كده بس ده اتكلم بقى على دور انت ناسي اللقطة الشهيرة لما اللعبه ايه على الارض راح قاعد عليه وقاعد بيتنقش مع الحكم قاعد فوق اللاعب ما دالش يتظهر انا ما شفتش اللقطة دي في حياتي اللعب قاعد على الارض بيتقلم وده راح قاعد عليه وبيتنقش مع الحكم وطالب سحلة اه قاعد عليه وطالب سحلة والحكم بيتكلم معه ورح قاعد اه واللعيم قاعد على الأرض يا جماعة مستوى الكلام والاعترافات الهدف منه إيه بس عشان بس الناس اللي بتروج لحتة أن الأهل بيتجامل والحكام بيجاملوا الأهلي وأن الزمالك يعيني بيتظلم يشوفوا اعترافات واحد من أبناء نادي الزمالك ده واحد من ضمن عشرة شوفوا المسألة كانت بتمشي إزاي الحقيقة إبراهيم سعيد لعب النادي الأهلي عشان بيقولك بتفرغ عشان الأهل اللي بيفرغ اللعيبة بس بيفرغ الأندية إبراهيم موجود مع المنتخب مباراة ليبريا أعتقد وفجأة مطش الأهل والزمالك وقابلوا منه يومين أو بتلت تيام إبراهيم سعيد يسافر لبلجيك وهو ناشئ طالع وفجأة هرب وحصلت أقويل كتيرة من اللي مشاه وكان إبراهيم طالع فورة يعني الحقيقة من اللعبة اللي كانت مؤهلة أنها تروح في حتة تانية بجد خالص خالص كان فيه جدل كبير قوي مين اللي هربوا فتخالوا بعد السنين دي كلها يعترف ميدو على نفسه وشوفوا هو بيعمل ده عشان ضد النادي الأهل فميدو قال بالحرف في الحوار ده برضو قال لك إبراهيم سعيد قال لي إنه مش ماضي عقد في الأهل طبعاً إبراهيم كان أجمد واحد في الأهل وأنا كنت عايز أفضي فرقة الأهل بصوا الكلام وأنا كنت عايز أفضي فرقة الأهل وأي حاجة تحصل فكلمت رئيس نادي جنت البلجيكي قلت له عندنا لعيب أحسن من كل اللي عندك ومش ماضي عقد كان نظام العقود وقتها مختلف ومت سحب إبراهيم قبل ماتش الأهل والزمالك بيومين بصوا مين اللي بيفرغ مين قال لك سحبته من النادي الآلي قبل ماتش الأهل والزمالك بيومين خدت إبراهيم بلجيكا نزل التمرين نقط كسر الدنيا قال لك رئيس النادي سألني اللي عبد حر قلت له آه الراجل رح أشركه مع الفريق التاني وعملت دميدو بقى وعملت لإبراهيم سعيد عقد أحسن من عقدي بعدها لقيته ماضي في الأهل والأهل بعد صورة عقد إبراهيم سعيد لنادي جنت جبت إبراهيم وقلت له يا ابني حبيبي مش أنت قلت إنك أنت مش ماضي قال أغسن بالله العقد مش سليم طبعا العقد سليم والفيفا أقر وقتها وأرجع إبراهيم سعيد أنتوا شفتوا الفترة دي أباش ماندس كان فيها لغة كتيرة على هروب إبراهيم سعيد طبعا إبراهيم سعيد هو اللي كان لافت للنظر في الواقع دي مش إنه ميدو خده هو حر ميدو في نفسه لكن إبراهيم كان بيلعب ماتش مع المنتخب ورجعين بالطيارة من بره بره خد بعضه مين اللي اداله الفاسفور عشان يسافر ما هو مشؤولين إدار المنتخب إدار المنتخب مشؤولين من اللي رتب له السفر ميدو ميدو رتب له واتفق له مع الإداري وينزل ترانزيت ويتكل على الله من بره بره ويفرغ الأهل قبل ماتش زمال كان هي ده المقصود يعني حاجات كلها بتيجي الظروف بتكشفها وقبل كده ما هو يعني رئيس نادي زمالك طلع قالك كنت اتفقت مع أحمد مجاد اضغط الأهلي عشان هيبقى مرهق وإحنا نقدر يعني المؤجلات يعني مش هيقدر يؤدي بنفس القوة يعني كخطة متفق عليها مع اتحاد الكورة ما هي النقطة انت من حق تفكر كده على فكرة لكن انك تتطفق مع مسؤول انك تعمل الكلام دي كان اتحاد الكورة بيخيرهم توقفوا أثناء ما الأهلي مؤجلوا ماتشاط ولا تلعبوا والدور يستمر ولما الأهلي يرجع يلعب فهو حسين لبيب قالك أنا سألت الخواجة ساعتا أعتقد كان كارترون فكان زكي جدا كارترون قاله لا نلعب يعني ايه أسأل والتاني يتأجل يعني ايه أسأل أسأل هي الفكرة كده أستاذ برهيم ايه الحوار ده المفروض ان انت بتحط جدول ومالكش دعوة انت هو زمالك لما بيلعب بيتأجله ماتشاط الأهلي لما بيلعب بتأجله ماتشاط طيب ما حد يشعل أبدا وانت بتأجل ده وقف الدوري لحد ما انه يلعب ماتشاط طيب شفنا التجنة على الأهلي والحركات اللي بتحصل ضد الأهلي وشفنا التعامل مع التحكيم سواء التحكيم تعاملوا مع الأهلي وتعاملوا مع الزمالك باعترافات ميدو اللي جاي أخطر ليه اللي جاي أخطر لأنه يا جماعة تأجيج العلاقة بين جماهير الأندية مع بعضها خاصة على خط القناة وشفنا المصري وشفنا الكارسة وصلت لأني حد فنبدأ دلوقتي نقول لهم معلومات تاريخية مضللة لمزيد من الفتنة مع جمهور برسعيد والأهلي ميدو قال كده بالحرف مصر فيها ظلم كبير قوي ليه يا عم قالك مرة المصري كان هيخده الدوري طبعا لما يقول كده الجمهور برسعيد خاصة من الشباب الصغير يبقى لأ ده الأهلي ظلم كبير قوي قالك المصر كان بيدربه بوشكش الأهلي كان بيدربه بوشكش في نهاية التمانينات وكانوا هم الأول بفرق أربع وخمس نقاط وخلاص الدوري هيخلص وخلاص الدوري هيخلص راحوا نقلين ليهم تمن مطشات بره ملعبهم ما كانش عاجب الناس إزاي المصر ياخد الدوري طبعا الجزئية دي هنقف عندها عشان أقول لكم لأنه واضح جدا أنه المسألة أولا الدوري هيخلص لكن تنقلهم تمن مطشات يعني ما كانش هيخلص الدوري دي حاجة أنت بتتكلم كان 12 أو 14 بعدين سبب القفء الأهلي طيب تعال أقول لي هو الأهلي اللي ضيع على المصري فرصة ياخد الدوري بصوا بقى الحقيقة والكلام ده للجمهور الصغير سنًا في برصعيد بالنسبة للمصري كان هيخد الدوري وظلموه ونقلوا مبارياته التمانية بره علشان الأهلي ياخد الدوري ده كان موسم 81-82 مش نهاية التمانينات تميده اللي ظلم المصري ودي بقى الكارسة اللي ظلم المصري في الواقع دي الزمالك مش الأهلي الزمالك مش الأهلي بصوا لي الحقائق يمشي لغاية فين إيه اللي حصل الزمالك كان بيلعب مع المصري في الدوري التاني والمباراة دي كانت يوم 11 إبريل في برصعيد وقتها المصري كان عنده 29 نقطة مش فارق بأربع خمس نقاط لا المصري كان عنده 29 نقطة والأهلي 28 نقطة والزمالك 26 كان فارع زمالك بخمس وفارع زمالك بثلاث نقاط وعلى الآله فيه نقطة نصر إبراهيم سجل هدف للزمالك هاجت جماهير برصعيد وحصل شغل من المدرجات اتلغت المباراة وتحسبت لصالح الزمالك 2-0 بعد ما كان النتيجة 1-0 دي المباراة اللي رجعت الزمالك للمنافسة تاني لأنه بدل ما كان عنده 26 لا عد عقوبة المصري على أحداث الشغل بينه وبين الزمالك قدت إلى قرار نقل 8 مباريات للمصري خارج ملعب يعني النقل كان بسبب الزمالك لا الأهل طرف ولا الأهل ظلم ولا مصر فيها ظلم كبير قوي ولا مصر بتحاب الأهلي ولا الناس شغالة الأهلي ولا برصعيد مظلومة عشان الأهلي إيه علاقة الأهلي بالموضوع المطش للزمالك والإلغاء بسبب الزمالك واللي استفاد من الواقع الزمالك واللي حسن ترتيبه الزمالك فين الأهلي فين الأهلي بجد لا هو يا ريت الزمالك السنة دي السنة دي أعتقد خدها بهدف طيب خش على خش على الموسم نفسه بعد المباراة دي نفسها مع المصري بعدها بتلت أسابيع الزمالك بلعب مع المنصورة في المنصورة المنصورة سجل هدف الهدف صحيح مية في المية لكن الحكم قال غاف اعترض لعبة المنصورة الهدف صحيح فتلغت المباراة وتحسبت كمان لصالح الزمالك اتنين صفر يبقى مين اللي ظلم المصري ده انتدت الزمالك ماتشين وراء بعض بينهم اتناشر يوم اتنين صفر واثنين صفر بقرارات اعتبارية وعلى فكرة بعد كده الزميل علي السيسي وده راجل صحفي كان حضر المباراة في المنصورة وهو ابن المنصورة وهو زمالكاوي أكتر يمكن من ميده نفسه علي السيسي حكى الواقع كشاهد عيان لللي حصل من ظلم للمنصورة مجاملة للزمالك اللي ميده بيقولك الامور كانت فيها ظلم كبير والاهل اللي تظلم اسمعوا علي السيسي او نفكركوا بيه لديك التمانينات كان الزمالك بيلعب في المنصورة انا كنت حاضر انت من المنصورة اساس كنت حاضر بالماتش ده كان فيه مهاجم في المنصورة اسم محمود درويش ده في احدى الهجمات من على بوزة 18 كده بيحاول يلعب الكرة بالعرض راحت منه دخلت يعني راح على الجون وكان عادل المأمور متقدم شوية فراح لحيئة ونام بيها جوه الشبكة الجانبية الحاكم عبدالرقوف المرشدي كان احتسب هدف احتسب هدف من المنصورة هدف مليون المية الراية قال له تسلل الايام قامت والدنيا بازت والاحتياطيين بتقول المنصورة نزلوا وتحوطوا للراجل الراية ازاي فالراية دعا انه اضرب وجاء ان نضح مصباح طبيب الزمالك ملع راسه مارك كروم ولف الشاش واتهم محمد الهادي اتهم محمد الهادي اللي هو نجم المنصورة بانه ضربوا بازازة الكوكاكولا وفتح له راسه وتشطب او توقف محمد الهادي لمدة عام كامل وكان هنا انا بصيت عبر روف الرجل المرشيدي احتسب الهدف الدنيا بازت بصيت لقيت لعيبت نالي زمالك حسر الشحادة محمد صلاح والدنيا كلها نطوا من فوق الصور الحديد ودخلوا قط اللبس فاضطر الحكم ينهي المباراة واحتسبت للزمالك واحتسبت للزمالك اتنين صفر مطشين بفوزين اعتباريين ده مطش المنصورة ده غريب اه غريب قدامنا ما ندوح مصباحة الدكتور حطلو ميكروكروم ولف شاشه زي مطش المقولين العرب لما جابوا بتاع الكابت البلتاجي اه وضربت جزاء ولا جابوا جد وبعدين ضربوا في الهفتايم هو داخل ضربوه بالموبايل بتاعدوا مجلس اضارة فتحوله دماغه والدم بيخر على دماغه وحسب المطش ده ده المقولين انت متخالي يا ابراهيم وزا سنتها زمالك خد الدور طيب بصوا بقى كلام ده يا جماعة ما هواش اهل زمالك كلام علشان اللي بيتال ضد النادي الاهلي والترويج والترويج باشعات تقلب الرأي العام وتشكل وعي الشباب ووعي الجمهور الصغير ضد النادي الاهلي ودي خطرته لانه بصوا لما الكلام يتقل جمهور برصعيد دلوقت علاماتش بقولكو 81-82 يعني بقاله كام حاجة واربعين سنة اتنين واربعين تلاتة واربعين سنة يعني تسعين في المية من الشباب بتاع برصعيد ما عصرش الكلام ده ولا يعرف حقيقته فلما يتقلب شكله مباشر انه الظلم الكبير وقع على المصر عشان مجاملة الاهلي علشان الاهلي يكسب والمسألة ما فيهاش اهلي خالص زي برضو ميدو تكلم على اللعب الاجنابي وازاي الاهلي تجامل فقال ايه قالك مرة الزمالك جاب لعب اسمه كوارشي والاهلي جاب لعب قصاده اسمه الحسن اللي هو يقصد جورج الحسن قالك وكان في منتخب غانا كان متوقع ان لعب النادي الاهلي هو اللي ينجح وكان كوارشي اقل منه معرفش حصل ايه ولعب الاهلي مشي كوارشي ده كان بيشوتوا الكرة من نص الملعب تدخل جون عشان كده راحوا لاغيين المحترفين في مصر وبيقولك مرة حارس المحلة مرة حارس المحلة كسر علي ماهر لعب الاهلي فمشوا حارس المحلة ولغوا وجود الحراس الاجانب في مصر بصوا الكلام هنا على بعضه كله تعزيز للصورة الزهنية بتاعت ان الاهلي ده مفتري وانه بيتجامل وانه مصر فيها ظلم كبير لصالح النادي الاهلي والحقيقة اكتر حد بيهدر حقه في مواقف كتيرة زي كده النادي الاهلي فعلا واقع الجورج الحسن وكوارشي لاتنين جمع بعض فعلا في موسم 83-84 جورج الحسن الاهلي جايبه كان هداف كاس الأمم الأفريقية قبلها في ليبيا واحسن لعب في القارة لكن لسبب او لآخر منجحش ومشي على طول فكرة انهم لغوا الاجانب علشان كوارشي نجح مع الاهلي وكان بيجيبوا جوان من نص الملعب وان الاهلي كده هيضيع فالحق مشوا الاجانب عشان ترجعوا الاهلي لبطولاته على فكرة الفترة اللي حضرها كوارشي مع الزمالك الاهلي خد الدوري ثلاث مرات يعني كوارشي آه عمل نجاح مع الزمالك بس ما أصرش على تدويج الاهلي الثلاثة دوري والزمالك خد دوري واحد في الفترة دية الثلاث اربع مواسم اللي أعادهم كوارشي دوري واحد للزمالك مقابل ثلاثة دوري للاهلي بل انه اخر مباراة لكوارشي في لقاء القمة الصغيرين بتوع الاهلي في سنة 85 لما الاهلي لعب بالنشئين وكوارشي بيقود الزمالك الآله فاس ثلاثة اثنين يعني ما كانش كوارشي عقد للآله علشان يمشوه ويلغوا اللعيب الأجانب بجمالة للآله مرمش نجاح قدام الآله خالص بصوا الآله واخد ثلاثة دوري والزمالك دوري واحد في وجود كوارشي لكن يبقى تصدير الصورة الزهنية دلوقتي انه الأهلي لما اللاعب بتاعه فشل راحوا لغيين الأجانب انت لغيت الأجانب بعد جورج الحسن ما مشي بأربع سنين ما لهش علاقة أبدا ومش الآله بس اللي كان عنده الزمالك عنده أجانب المصر كان عنده اللاعب الإيرانيين عبدالبرزكري وآسنبور والمقاولين كان عنده بالأمطوان وعنده عتولة كبيرة عبدالرازق فما كانش وعبدالرازق الغانب ما كانش عندك الأهلي بس اللي عنده أجانب ده فيما يخص كوارشي فيما يخص اللاعب الحرس الأجنبي أولا ما كانش ودي برضو حتة افتراء تاني على الأهلي علي ماهر اللي أصابه كان سيد بيه المالي كان حارس القنامش المحلة المعلومة عن دميدو ممكن ما افتكرهاش لا هو بيوفى هو مش مهم المعلومة هو بيوفى أي حاجة تدعم وجهة نظر عايزي وصالها إنه النادي الأهلي بمجرد ما علي ماهر اتعور من حارس أجدابي أم ومشيين الحراس الأجانب طب بصوا بقى عشان بصوا بقى الافتراء هنا فين علي ماهر دي كانت في موسم 98-99 تعرفوا إنه الحراس الأجانب اتلغى وجودهم بعد كده بسبع سنين او الله واللي طلع القرار الكابتن أحمد سليمان وهو مدرب حراس مرمى المنتخب مع الكابتن حسن شحاتة في 2006 تمتخيلين إنه حدثة للاعب أصيب من حارس فات عليها سبع سنين يتقال إنه تلغى الحراس الأجانب عشان الأهلي الفروت بتاعه اتعور من حارس القناة والفرق سبع سنين واللي عمل ده كابتن أحمد سليمان نفكركم كلاما هو بقى يقولها زي ما منعنا في حراس المرمى الأجانب أتمنى أن نتحده الكرة بقى في عصام الحضر دلوقتي وفي شريف إكرامي وفي الشناوي أكثر من حارس محمد عواد حراس مرمى على مستوى عالي خلاص يعني فيه أدلة أكثر من كده على تغيير التاريخ يعني تزويره عشان نحمل الأهلي زي فكرة ما استطاعوا أن يغزوا عقول جزء من جزء على فكرة من جماهير إسماعيلي إن الأهلي رفض استقبالهم والتهجير مش التهجير وبعد الأهلي بيفرغ الإسماعيلي من جماهيره كل هذا الكلام بفعل فاعل يا أستاذ إبراهيم واللي عايزيننا بقى نسكت عشان ما نكشفش الألعاب التأمورية دي لا 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 إنتوا يا جماعة إحنا هنظل نذكر حقائق ونكشفها لإن مش هنقول ضغ من هذا الجحر أكثر من مرة ده كلام مهم جدا وخلاصته كل واحد هيكذب كدبه الحقيقة هترد عليها بادر فضل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر